موسيقى موسيقى هياكم الله مشاهدين الكرام وسط الارتفاع الهائل في سوق العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين لجأت الولايات المتحدة لوضع جهودها في أقصى درجات الإلحاح للبحث والتطوير في خيارات التصميم والنشر المحتملة لعملة رقمية أمريكية لتعلن منذ أيام عن عزمها إطلاق الدولار الرقمي فما هو الدولار الرقمي وما هي ميزاته وهل سينافس في سوق العملات نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار تعتزم الولايات المتحدة إطلاق الدولار الرقمي أو الدولار الإلكتروني الذي سيكون العملة الرقمية المركزية للدولار الأمريكي والذي ستتم إدارته من قبل الحكومة يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلق في وقت لاحق مشروع دولار رقمي في إطار جهود واسعة النطاق لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي ديفيد أندولفاتو قال إن الدولار الرقمي في دوكوين سيسمح بإجراء معاملات مالية من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي موضحا أن الدولار الرقمي سيعمل من خلال استخدام تطبيق على الهاتف المحمول ويمكن تعريف الدولار الرقمي على أنه عملة رقمية مركزية للدولار الأمريكي تتجه الولايات المتحدة لإصدارها مع توسع المدفوعة الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة والدور الذي تقوم به البنوك ويتميز الدولار الرقمي في تدني مستوى تقلب أسعاره نظرا لأن قيمته تساوي واحد دولار فضلا عن تميزه بالفعالية المتمثلة في تخزين المعلومات اللازمة لإجراء أي عملية تجارية في محفظة رقمية حيث تشفر هذه المعلومات عن الدفع في الرمز نفسه عند الدفع كما يتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول إذ يمكن استخدامه عبر الحدود في العمليات التجارية المحلية وأرحب بضيفي السيد سعود الرحبي مستشار ومحلل أسواق مالية حياك الله سيد سعود أهلا فيك سيد عبادة الحياتي إلى كل أستاذ المشاهدين في البداية ما هو الدولار الرقمي؟ سيد عبادة نحن في عنا بالأسواق نوعين الدولار الرقمي الدولار الرقمي المستخدم على منصات تداول العملات الرقمية أو حتى منصات تداول العملات الرقمية والدولار الرقمي المطروح الآن بالنظام المالي العالمي المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي الدولار الرقمي الذي تحدث عنه تقريركم هو عملة مركزية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية صادرة عن الفيدرالي الأمريكي الغاية منها مواكبة عصر العملات الرقمية بالإضافة لتقنين العملات الرقمية أما الدولار الرقمي أو ما يعرف بالـ USDT الموجود على منصات تداول العملات الرقمية فالغاية منه هو تثبيت قيمة العملة الرقمية للأشخاص وتسهيل البيع والشراء لها العملة الرقمية الآن الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط وإنما الاتحاد الأوروبي، الصين، بريطانيا، أغلب دول العالم وأغلب اقتصاديات العالم تتجه إلى ما ممكن نسميه نحن عالم العملات الرقمية تتجه إلى إنشاء عملات رقمية خاصة بها عملات رقمية مركزية عملات رقمية تتبع للبنوك المركزية ثابتة للقيمة وهذا أهم ما يميز العملات الرقمية المركزية أو التابعة للدول الولايات المتحدة الأمريكية فعليا هي بصدد تجهيز القوانين والتشريعات اللائمة لنشرح ببساطة ما هي الفروق ما بين الدولار الذي هو ربما أنا لا ألمسه بيدي لدي حساب في البنك عبارة عن دولارات هي إلكترونية الآن الدولار الرقمي ما هي الميزات له؟ الدولار الرقمي هو يشبه من حيث القيمة الدولار الأمريكي المتعرف عليه الدولار اللي نحن ممكن نلمسه بالإيد الدولار الرقمي يشبه الدولار التقليدي من حيث القيمة لكن الفرق أن الدولار الرقمي هو عبارة عن أبقام يتم التعامل مع الدولار الرقمي التحويل سحب أو إيداء عن طريق تطبيق هذا التطبيق يكون صادر من الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديداً من المؤسسة النقطية تابعة للفيدرالي الأمريكي فالمتداولين أو ممكن نقول المستخدمين والمتعاملين للدولار الرقمي سيكون عندهم مجرد أرقام يتم تحويل هذا الرقم من محطة شخصية إلى هل سيعتمد على البلوكتشين؟ القيمة واحدة لا لن يعتمد على البلوكتشين نظام البلوكتشين هذا النظام خاص بالعملات الرقمية هو نظام لا مركزي يعتمد على أنه نظام مكتوح يعني أنت أنا أو أي حدا يمتلك عملات الرقمية فيه يشوف عمليات التحويل وين يتجهد ومنين يتجهد أما الدولار الرقمي أو أي عملة تتبع لبنك مركزي البنك المركزي فقط اللي حيطلع على بيانات العملاء ممنوع أي أحد آخر يطلع على بيانات العملاء والبنك المركزي أو المؤسسة النقدية الحكومية هي المخولة لأخذ الرسوم من عمليات التحويل نعم هل سيكون أيضا هناك رسوم لعمليات التحويل؟ بالتأكيد لكن ستكون أخف نعم يعني ما يميز العملات الرقمية هي عدم وجود رسوم للتحويل وهنا الأمر مختلف مع الدولار الرقمي أيضا يعني فكرة سيكون الدولار الرقمي أيضا رسوم لكنه يأخذ بكثير من الرسوم التقليدية المتعرف عليها الآن نعم في أي مكان في العالم بإمكاني أن أمتلك الدولار الرقمي قلت بأنه سيكون عن طريق تطبيق على الهاتف الذكي صحيح 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 هذا الكلام ينطبق على الدولار الرقمي الذي ستصدر الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق على الجنيه الاسترريني الرقمي الذي ستصدره بريطانيا وينطبق على اليوان الصيني الرقمي الذي ستصدره الصين وأيضا على عملة اليورو الرقمي الذي ستصدره عن طريق الاتحاد الأورو هل من المفروض علي أن يكون لدي حساب في البنوك من أجل أن أمتلك الدولار الرقمي؟ سيطلب منك بالبداية أن يكون لديك التطبيق الخاص بالدولار الرقمي أو العملات الرقمية المركزية فبالتالي سيصبح في تعامل بين البنوك واعتماد الدولار الرقمي عن طريق البنوك فالبنوك يمكن أن يكون لديك الدولار الرقمي عن طريق طبع التطبيقات الخاصة نعم أيضا ما يميز العملات الرقمية هو عدم وجود بنك مركزي يقوم بتسعير هذه العملة أو اللعب بقيمة هذه العملة عندما يقوم بالطباعة طباعة الكثير منها مثلا الدولارات تنخفض قيمة الدولار أما البيتكوين أو في الكثير من العملات الرقمية لا يوجد هذا الشيء هل سيكون هذا هي نقطة ضعف للدولار الرقمي بأنه يتبع لبنك مركزي؟ لا هذه ستكون نقطة قوة للدولار الرقمي ما يميز العملات الرقمية المركزية أو التابعة للمؤسسات النقدية الحكومية أنها عملات رقمية ثابتة هي غير خاضعة للتداول بمعنى الدولار الرقمي تم إنشاؤه لمواكبة عصر العملات الرقمية وتم إنشاؤه لضبط أسعار العملات الرقمية بمعنى هو غير خاضع للتداول هو ما هيكون فيه عرض وطلب كثير مثل ما يحدث مع البيتكوين لم تكون المضاربة على قيمة العملات تقصد؟ بالضبط ستكون المضاربة محدودة نوعا ما لأنه هو مصمم لحتى يكون مستقر وليس مصمم لحتى يكون يخضع العرض والطلب بشكل كبير ونجد فيه تذبذوبات اللي نجدها الآن في سوق العملات الرقمية اللي نتعارف عليه البيتكوين والإخيري ومغير نعم فهو مصيطر عليه كما قلنا بأن باقي العملات الرقمية وخاصة البيتكوين ما يميزه وما يرفع قيمته بأنه لا يخضع لسلطة البنك المركزي هل سينافس الدولار الرقمي البيتكوين أم أنه سينافس باقي العملات الرقمية كما قلت الجنيهة الاسترليني الرقمي أو اليوان الصيني الرقمي لا فعليا أنا أعتقد شخصيا الدولار الرقمي أو أي عملة رقمية تدفع لمؤسسات نقدية حكومية لن تنافس العملات الرقمية الحالية السبب بسيط مجال عمل العملات الرقمية الحالية أو تداولات تختلف تماما عن مجال وتداول العملات الرقمية المزمعة العملات الرقمية هي مخصة للمدفوعات نحن بحكي عن العملات الرقمية التي ستتم إصدارها العملات الرقمية التي نعرف أننا اللي بتكون وغيره هي أيضا مخصصة لمدفوعات أكنية فعليا مخصصة للاستثمار والأرباح والمضاربات القوية بينما العملات الرقمية المزمع إصدارة المركزية هي خاصة فقط للمدفوعات لذلك بالتأكيد سيتم المحافظة على استقرار سعر الطرف هل هناك مخاوف من التهكير أو المشاكل التقنية لهذه العملات الرقمية أسمع منك الإجابة لكن بعد الفاصل المشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا أيلول 2015 تاريخ حفر في ذاكرة السوريين بالدم أكثر من مئة ألف غارة جوية ألف القتلى وملايين المهجرين محتل لا يعرف الرحمة لم تسلم منه المدارس ولم تسلم منه المشافي أيضا مجير وأفراغ للمدن هدن وتسويات مزعومة دون أي تنفيذ بنفيت حاضر دوما في مجلس الأمن ومؤتمرات كثيرة للوصول إلى حل سياسي عن وجود الروسي في سوريا سنوات والمحرقة مستمرة صناعة الوهم يأتيكم في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرامة وجدد الترحيب بضيفي سعود الرحبي مستشار ومحل الأسواق مالية سيد سعود كنت قد سألتك قبل الفاصل هل هناك مخاوف من عمليات القرصنة وأيضا مشكلة انتهاك الخصوصية لدى المستثمرين في الدولار الرقمي سيد الكريم موضوع تهكير الدولار الرقمي أو محافظة الدولار الرقمي أعتقد أنه هو موضوع صعب جدا ويكاد يكون مستحيل انتهاك الخصوصية بالتأكيد أي عمليات ستتم عمليات سحب أو إيداع أو أي تحويلات ستم على الدولار الرقمي ستكون مراقبة وهي تعتبر أحد مساوي الدولار الرقمي هذا ما لا نجده فعليا عند العملات الرقمية اللامركزية لأنه أنت تلقائيا أي عملية تحويل ستحب إيداع على الدولار الرقمي ستكون البيانات كاملة أمام البنوك المركزية كاملة وهي تعتبر أحد المساوي التهكير يكاد يكون شبه مستحيل التهكير وارد في محافظة العملات الرقمية اللامركزية كالبيتفوين وغيره وإذا تم التهكير ففعلا أنت تخسر ما تمتلكه من محافظة ولا أنت تستطيع المطالبة بأي شيء أما الدولار الرقمي سيكون نسبة سيكوريتي عالي جدا هو فعليا خاضع لأنظمة سويفت أو لنظام سويفت لنظام التحويلات المالي العالمي فنسبة التهكير فيه تكار تكون معلومة نعم إذن ربما تستخدمه في المستقبل أيضا الولايات المتحدة كسلاح من العقوبات الاقتصادية وهنا يعني يجرنا الحديث لموضوع العقوبات على روسيا والآن روسيا تحاول الاستثمار بالعملات الرقمية يعني كيف ترى مستقبل العملات الرقمية الأخرى ما عدا الدولار الرقمي العملات الرقمية لازالت تاريخ هذه اللحظة فيها شيء مجهول إذا صح التعبير برغم أن العملات الرقمية هي أثبتت وجود على مدار أكثر من عشر سنوات وفيها قيمة سوقية عالية اليوم العملات الرقمية في أكثر من تريليون سبعمائة مليار دولار وصلت قيمة السوقية لما يقارب للثنين ونصف تريليون دولار هذا رقم كبير جدا لكن تبقى العملات الرقمية هي عملات مجهولة هي عملات غير خاضعة لسلطة رقابية أو لمؤسسة حكومية ممكن تضمن أو تكفل قوة هذه العملات الرقمية لكن هي شيء أثبت وجوده على أرض الواقع ولا زال موجود لتاريخها نعم يعني كلامك قد يثير المخاوف لدى المستثمرين في العملات الرقمية ما هو الجانب المجهول؟ هل تنصح بها الاستثمار في العملات الرقمية أم لا؟ الآن في كثر مستثمرين بالعملات الرقمية سبب استثمار الكثر بالعملات الرقمية هو أنه هي شيء أثبت وجوده شيء له سيولة مالية وسيولة مالية قوية والوقيم السوقية قوية لكن المتخوفين من العملات الرقمية تتركز مخاوفهم في شيء رئيسي أن العملات الرقمية لا صاحبها العملات الرقمية ما في أي جهة حكومية تسندها العملات الرقمية ما في أي قانون أو أنظمة عالمية تشرع العملات الرقمية أو تساند العملات الرقمية لذلك نحن نلاحظ كل ما كان فيه تبني للعملات الرقمية من قبل بعض البنوك العالمية أو بعض المؤسسات النقدية أو المالية في العالم كل ما تم اكتساب قوة أكثر للعملات الرقمية نحن نلاحظنا أننا المواد نعم إذن من أين تستمد قوتها العملات الرقمية كما قلت بأن معظمها مع عدى طبعا الدولار والجنيه واليوان الرقمي معظمها لا يستند لمصرف مركزي أو دولة تضمن قيمتها إذن كيف تفسر بقاء هذه العملات وتحصيلها مكاسب لم تكن في الحسبان؟ العملات الرقمية فعليا بدأت تستمد قوة تقريبا من أكثر من خمس سنوات بدأت تستمد القوة الحقيقية التي نحن نرى خمس أو ست سنوات بداية قوة العملات الرقمية كانت من الأشخاص المتبنين لهذه الأفكار اللي البعض كان يسميها أفكار مجنونة أو يعتبرها أفكار مجنونة المضاربة على العملات الرقمية هي العطة بعض القوة تبني بعض المؤسسات المالية تبني بعض البنوك العالمية لتبني بعض الشركات التجارية للعملات الرقمية أعطاها القوة اللي بدأت من خمس سنوات أو من سنوات غم من العملات الرقمية عمر أكثر من عشر سنوات أو دعشر سنة لكن تحديداً من خمس أو من ست سنوات تبني المؤسسات المالية أو بعض المؤسسات المالية تبني بعض العلامات التجارية الكبرى العالمية للمدفوعات عن طريق العملات الرقمية هذا أدى إلى قوة العملات الرقمية أيضا دخول العملات الرقمية على بعض البورصات العالمية والتداول على بعض المنصات العالمية أكتب قوة للعملات الرقمية فعليا قام أشخاص ورجال أعمال ومستثمرين بتبني العملات الرقمية هو اللي أعطاها هذه القوة الموجودة نعم الآن هذه نقطة القوة هل تتوقع أن تسحب الدولار الرقمي وباقي العملات الرقمية التي تخضع لسلطة بنك مركزي هل تتوقع أن تسحب البصات من تلك العملات وربما قد نشهد انهيارات للعملات الرقمية التقليدية لا أعتقد لأنه فعليا مجال عمل الدولار الرقمي أو العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية يمختلف تماما عن مجال عمل العملات الرقمية الموجودة حاليا هي البيتكوين والإثيورو أخواته هم عملات صمموا للاستثمار والمضاربة بالإضافة للمدفوعات بينما العملات الرقمية التي ستكون تابعة للبنوك المركزية هي عملات صممت للاستقرار ولمواكبة عصر العملات الرقمية يعني لا تستثمر بالدولار الرقمي لأنك تتوقع أنه سيرتفع من دولار للمئة ألف دولار هذا الكلام ما سيكون موجود لا تستثمر بالجنيه الإسترليني لأنك توقع أنه سيرتفع من واحد ونصف جنيه إسترليني إلى المليون جنيه إسترليني هذا الكلام ما سيكون موجود فمجال الأمرين مختلفين عن بعض تماما فينا اللخص نقول نحن أن العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية أو للمؤسسات المالية الحكومية هي جاءت مواكبة لعالم العملات الرقمية نعم لكن أنت قلت بأن القوة التي استمدتها العملات الرقمية البيتكوين وأخواتها هي من تبنيها من قبل مستثمرين وأيضا دخولها في عالم قبولها في السوق الشراء والبيع يمكن أن يتم من خلالها البيع والشراء الآن الدولار الرقمي وأخواته قد يحل محلها لا لكن في أساس أو في هيكلية العملات الرقمية اللي حيتم تنفيذها أو اللي حيتم إن شاء الله العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية لا يوجد مضاربات قوية والإنشاء قائم على مبدأ استقرار سعر الصدق وليس عدم استقرار سعر الصدق بينما العملات الرقمية كالبيتكوين وغيرها وهذا ما يجهل الكثيرين العملات الرقمية الآن تعامل كأصول مالية هي أشبه بالأسهم هي تحديدا أشبه بالأسهم لذلك نحن ممكن نرى الأسهم الأمريكية أو الأسهم الأوروبية أو أي أسهم مدرجة في أي بورصة سهم يبدأ بسعر 2 أو 3 دولار وينتهي بسعر 1000 أو 2000 دولار لكن مستحيل نلقى أن اليورو يبدأ بسعر 1 دولار وينتهي بسعر 100 دولار هذا الكلام مستحيل لكن الأسهم ممكن نلقى هذا الكلام فالعملات الرقمية حاليا أو العملات اللي هي البيتكوين وما شابه البيتكوين تعامل كأصول مالية مثل مثل الأسهم مثلها مثلهم ولا تعامل كعملات نحن نطلق عليها مجازا عملات رقمية أما هي الآن تعامل كأصول مالية تشبه إلى حد تبيع الأسهم بينما العملات الرقمية هي تشبه تماما العملات التقليدية وإنما لن تكون ورقية فقط ستكون مجرد أرقام فبالتالي سينطبق عليها ما ينطبق على العملات التقليدية من حيث استقرار سعر الصرف ضمان سعر الصرف تمام وضمان عدم التقلبات العامية نعم الآن قلت بأن من أي مكان في العالم في حال امتلاكي للتطبيق بإمكاني أن أمتلك الدولار الرقمي ألا يمكن أن يشكل ذلك ضرر للكثير من البلدان التي ربما لا تستطيع إدارة احتياطياتها النقدية صحيح هذا الأمر قد يشكل خطر على كثير من البلدان لذلك نحن نعتقد أنه خلال الفترة القادمة الكثير من البلدان وتحديدا مجموعة العشرين سيتتجه أغلب مجموعة العشرين إلى إنشاء العملات الرقمية الخاصة بها لمواكبة إنشاء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي العملات الرقمية الخاصة بهم لحتى يصير التعامل كله ضمن نطاق العملات الرقمية وتدريجياً رح يلتغي التعامل بالعملات الورقية لكن أعتقد هذا الموضوع لن يكون بسنة و سنتين ممكن نلقاه خلال 10 أو 15 أو 20 سنة قادمة نعم هذا عن دول العشرين لكن ماذا عن بقية الدول وهي الأكثر هشاشة تتواكبها بالتأكيد تتواكبها لكن تحديداً دول العشرين من باب السيطرة على نظام المدفوعات ستكون هي القادمة أو ستكون هي الخطوة القادمة إليها هو مواكبة الدولار الرقمية نعم هناك من يقول بأن الدولار الرقمي هو جاء من أجل أن يستعيد وأن يكرس الدولار تربعه على عرش العملات هل ترى ذلك أنه بالفعل سوف يعطي حياة أطول للدولار الرقمي الدولار بشكل عام و سيطرت الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي صحيح هذا أمر صحيح الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها هي أكبر اقتصاد عالمي بصفتها الدولار هو العملة العالمية المسيطرة كونه هو المسيطر بالمدفوعات التجارية بين الدول فبالتأكيد أحد أسباب إصدار الدولار الرقمي هو الخشية من أنه يتم تحول النظام المالي العالمي إلى العملات الرقمية في غفلة من الاقتصاد الأمريكي لكن هناك أمر مهم لازم نلفت النظر لإلهم تفضل ألا وهو العملات الرقمية حاليا لا مركزية هي البتكوين وما شبهها المؤسسات المالية التي تبنت العملات الرقمية أو الشركات التجارية التي تبنت هذه العملات الرقمية والمدفوعات في العملات الرقمية كانت أغلب الشركات الأمريكية فعليا الآن في سيطرة أمريكية بشكل مباشر أو حتى غير مباشر على سوق العملات الرقمية اللامركس المتضمن البتكويني الكريم والريبل السولانة وغيرها نعم هي ممكن تكون خافي على البعض نعم تبقى دقيقة واحدة كيف ترى مستقبل الدولار الرقمي هل سوف نشهد له أنصار ومتداولين له إذا تم إقرار الدولار الرقمي وتنفيذه قبل الاحتياط الفدرال الأمريكي فبالتأكيد سنتعامل بكل ياتذون ستعامل إذا تم التنفيذ أما إذا لم يتم التنفيذ ستكون مجرد أفكار لا أكثر لكن أعتقد أننا في طور التنفيذ نعم أشكرك جزيل أشكر السيد سعود الرحب مستشار ومحلل أسواق مالية علومات قيمة وأشكركم سادة المشاهدين على طيب المتابعة هذا محدثكم عبادة حيدري دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر